طيب بالنسبة للقاء الجامعة رئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات رسائل مهمة الحقيقة خرجت من الرئيسين هنبتدي الأول بكلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الإسلام السياسي أو زي ما كان بكلم أساس قاسم دلوقتي وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الإسلام السياسي يسعى دائما للوصول للسلطة لكن لما تكلم عن الشعب المصري قال أن الشعب المصري هو رافض وغير قابل عودة أو وجود الإسلام السياسي مرة أخرى في السلطة في مصر وقال أن الرئي العام لا يقبل هذا رئيس الأمريكي من ناحيته قال أن مصر لديها زعيم حقيقي قائد عظيم وأن مصر لديها مكانة خاصة لدولات المتحدة الأمريكية وتكلم على المظاهرات وقال المظاهرات دي موجودة في كل مكان وكانت فيه مظاهرات بتتعرض لرئيس الأمريكي السابق أوباما وقال أن كان فيه فوضى قبل ما يتولى رئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وقضى على هذه الفوضى وأن مصر استقرت بشكل كبير وأكد طبعا كمان عن ترحيبه بالرئيس وتأديره لشخصه وشدد على أن الإدارة الأمريكية حريصة على تفعيل أطر التعاون الصينائي المشترك وتعزيز التنسيق وتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين رئيس عبد الفتاح السيسي برضو بدوره يمكن الكلام كان كله لي علاقة بالشراكة الاستراتيجية أهمية التعاون أهمية التنسيق أهمية اللقاءات المكسفة أهمية التعاون كمان لتصدير لقطر الإرهاب الرئيس جدد دعوته برضو أنه يكون فيه رؤية متكملة وتصدي الإرهاب بالمفهوم الشامل اللي هو أمنيا وموضوع السلاح وموضوع الإعلام المنابر الإعلامية والتمويل والملائزات الأمنة والدول اللي بتوفر الممرات الأمنة للإرهابيين معانا جزء من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبعدين هرجع نتكلم بقى نشوف الإعلام الأمريكي إزاي تعامل مع هذا اللقاء الرئيس المصري هو زعيم حقيقي وقد فعل أشياء رائعة في فترة وجيزة من الوقت عندما تولى المهمة منذ فترة قصيرة كانت مصر تشهد خلالها حالة من الاضطرابات لم تعد تشهدها الآن أنا لست قلقا بشأن التظاهرات في مصر لأن مصر لديها زعيم عظيم وأحترمه وحقق حالة من الاستقرار كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زي ما بنقول هو رسالة للمجتمع الدولي كله ورسالة كمان لأعداء مصر واللي بيقوموا بهذه المظاهرات على مدار الأيام اللي فات خلينا أقول واللي متابع على السوشال ميديا موقع تواصل الاجتماعي والإعلام الإخواني والكلام ده كله كان بيتكلم على زيارة الرئيس عفتاح السيسي الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وكان الكلام متناقض ما بين اللي بيقول إنه فيه دوقتي إحنا عاملين عدم الاستقرار وفيه المظاهرات فالرئيس المصر الرئيس عفتاح السيسي مش هيسافر وقال إنه هو لغى السافر وبعد كده قال لا ده هو سافر ويعني ترك البلد كلام بشكل مباشر بتقال كده وبعدين لما شفنا طبعا وجود الرئيس عفتاح السيسي في المتحدة الأمريكية بقى الكلام رايح في سكة تانية إنه دلوقتي هيحصل إيه في الأمم المتحدة وهيبقى فيه إحراج للرئيس المصري ده كلامهم وإنه إحنا كان رهانا وفعلا إحنا نسمع تصريحاتهم وكلامهم وخططهم بيقولوا حتى لمؤيديهم أو قواعدهم وكوادرهم ويمكن هنشوف عدد من يعني فيه حاجة مسجلة دلوقتي ليه علاقة بالشغل اللي هما بيعملوه وبيعملوه ليه والهدف منه إيه على فكرة على لسانهم هو الهدف مش الداخل المصري الهدف مش المواطن المصري وإنه هما يشككوه في قيادته والكلام ده كله آه تمام ده موجود لكن هما هدفهم في الأساس ومين كلامهم وعلى لسانهم إنه مخطبة المجتمع الدولي الاستقواء بالخارج ده دايما عهدنا إنه لما نعمل المظاهرات والكلام ده كله هيوصل ليه المجتمع الدولي وهيوصل ليه القوة الكبرى في المقدمة طبعة الولايات المتحدة الأمريكية إنه فيه عدم استقرار في البلد إنه فيه مظاهرات ضد الرئيس إن الشعب المصري رافض الرئيس فبالتالي هيبقى القوة الكبرى أو الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها وشوفنا طبعا لقاءات الرئيس بالكل يعني بقادة الدول العالم فهنا المسألة هيبقى فيها هزة هيبقى فيها مشكلة إنه أنا جاي من بلد البلد دي فيها مظاهرات فأنا كده بحرج الرئيس بالمظاهرات اللي عنده سؤال يترى بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المظاهرات اللي موجودة في مصر وتهوينه منها وإنه ما تقلقنش المظاهرات والمظاهرات في كل حتة وحتى إنه يضرب المثل بمظاهرات كانت ضد الرئيس الأمريكي السابق يا ترى ده هيبقى الرد الفعل عمل إزاي أو إيه الرسالة بقى اللي هتوصل لهم لما يتكلم الرئيس الأمريكي برضو عن إنه كان في فوضى والرئيس المصري قضى عليها وإنه مصر عندها قائد وزعيم عظيم هل كل الكلام ده هيبقى ردوا فعلوا إيه بقى عند هؤلاء ده سؤال وحنشوف بقى الإجابة عليه خلال الساعات اللي جاية لإنه طبعا هم في حالة حراك برضو هم مش عارفين هيعملوا إيه ويسووا إيه ويكلموا على مظاهرات تانية ويوم الجمعة الجاية استعدوا ومحاولة لتكرار نفس السيناريو والصدعاء نفس الأشخاص يمكن طلع النهار ده كمان أسماء هي اللي كانت قايمة بالدور في 25 يناير يعني حتى لما سمعنا فيديوهاتهم وشوفنا الأسماء دي مرة تانية اللي هو تاني يعني نفس الأسماء دي بنفس الدماغ بنفس الفكر بنفس المخطط على كل أحوال إحنا كل الكلام ده هنتكلم فيه وهنتناقش فيه في الجزء التاني من حلقتنا إن شاء الله وهنفرد وقت طويل للقمة المصرية الأمريكية وكمان بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العنوين بقى اللي الصحف الأمريكية أبرزتها قوي وهتمت بالمدار في لقاء الرئيس الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي كان كلها لها علاقة بلقوا لحدكم دي العنوين وبيان طلع من البيت الأبيض بخصوص التصريحات دي وواشنطن بوست برضو نشرت مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي يكلم فيها قاله إنه مش قلقان على مصر من المظاهرات وإنها تملك رئيس عظيم وإحنا بنزيع قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي يورو نيوز برضو اتكلمت على إن الفوضى كانت بتعمى مصر قبل وصول الرئيس السيسي للحكم CNN برضو اهتمت بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حوالين الإسلام السياسي اللي قال إنه وجود عمره ما هيساعد أبدا على الاستقرار في أي منطقة في العالم